دخلت أزمة سد النهضة منعطفا جديدا في ظل تعنت إثيوبيا بموقفها بشأن ملء السد حتى إن لم تتوصل إلى اتفاق بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي وفي تصعيد آخر جديد أبلغت أديسة بابا المبعوثة الأمريكي للسودان بمضيها قدما في عملية الملء الثاني لصد النهضة وإنها جزء من عملية البناء مصر من جانبها أكدت أنها مستعدة لكافة السيناريوهات فيما يخص الأزمة وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن لا أحد يستطيع المساس بحق مصر في مياه النيل محذرا من أن المساس بها خط أحمر وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها وفي اختراق جديد في ملف الوساطة أبدأ كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لاستعداد الكامل للتوسط لحل أزمة السد بالطرق الدبلوماسية مؤكدين على إمكانية التوصل إلى اتفاق بين أطراف الأزمة لماذا رفع الرئيس السيسي نبرة التحذير تجاه ممطلات أديسة بابا وهل تندفع العلاقات بين الطرفين إلى مستوى أزمة لا عودة عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يبقي مجالا للشك بأن لصبر مصر حدود وإذا فاض الكيل بها فإنها لن تتردد في الدفاع عن حقوقها في مياه النيل بكل ما يتوفر لها من قدرات المفاوضات حول سد النهضة ما تزال تتعثر أمام مماطلة إثيوبيا في قبول التوصل إلى اتفاق ملزم يحفظ حقوق مصر والسودان في مياه النيل لدى البدء بإجراءات المرحلة الثانية من ملء السد السيسي قال في مؤتمر صحفي عقد بمركز تابع لهيئة قناة السويس إنه لا يهدد أحد ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقران لا يتخيلها أحد وجدد التأكيد على أنه لا يهدد ولكن المساس بمياه مصر خط أحمر ومن يريد أن يجرب فليجرب وتشهد المفاوضات مع أثيوبيا تعثرا متواصلا وذلك برغم مشاركة الولايات المتحدة في جولات سابقة قبل أن ترث جنوب إفريقيا جهود الوساطة بين الأطراف الثلاث وفي الواقع فإن المفاوضات تتواصل منذ عشر سنوات ودائبت أديسا بابا على المضي قدما في أعمال بناء وملء السد من دون أن تكترث بمخاوف السودان ومصر ولئن سمحت غزارة الأمطار في الموسم الحالي بتعبئة المرحلة الأولى من دون الإضرار بحصتي مصر والسودان إلا أن تعبئة تبلغ خمس مليارات متر مكعب من المياه في المراحل اللاحقة لا بد أن تترك أثرا خطيرا إذا ما تمت من دون التزام بالمحافظة على المستوى المقبول من تدفق المياه هذا الالتزام لا يحول دون ملء السد إلا أنه يتطلب التوفيق بين المحافظة على نسب التدفق وبين الاستفادة من المياه الزائدة كلما توفرت وفي المقابل فإن تحاشل اتفاق الملزم يضع حصتي مصر والسودان تحت تهديد متواصل والسد قد يمتلئ ولكن الكيل في مصر سيكون قد فاض من القاهرة ينضم إلينا دكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية ومن لندن ينضم إلينا علي هندي الباحث في مركز تقدم للدراسات أبدأ معك دكتور طارق مياه مصر خط أحمر كيف تنظر لرد المصري اليوم الذي اتسم بالحدة والحزم هل يمكن أن نقول أن هناك تحول في اللهجة المصرية تجاه المماطلات الإثيوبية في أزمة سد النهضة؟ بالتأكيد طبعا هناك تحول مفصلي وهيكالي في الخطاب السياسي الرسمي اليوم قالوا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة مهمة ورسالة تأتي في توقيتها قبل الذهاب إلى الملء الثاني القضية ليست عدة أشهر حضرتك القضية في عدم موجود أفك سياسي لتفاوض أو لتراك وان أو تراك تو مسارات أولى أو ثانية للمفاوضات إذن كان لابد من السيد الرئيس أن ينقل هذه الرسالة في توقيت له دلالته خصوصا وأنه برغم ما ذكر السيد الرئيس في إطار الخط الأحمر وأنت تعلمي جيدا فكرة الخطوط الحمراء للسياسة المصرية كما حدث في الحالة الليبية يحدث الآن في الحالة الأسيوبية إذا لم يتفهمها الجانب الآخر أعتقد ستكون هناك رسائل أخرى دعينا ننتظر لكن الأساس في هذا هو أن رسالة مصر رسالة رضع في اللغة الاستراتيجية رسالة رضع استباقية للتعامل مع الجانب الآخر إذا لم يتفهمها الجانب الآخر فسيكون هناك بطبيعة الحال تبعات خصوصا وأنه هناك منعاطفات عديدة الآن مطروحة سواء كانت تجدد الوساطة الأمريكية احتمالات تدخل الاتحاد الأوروبي هناك أطراف عربية عرضت هذا الوقت يمر ولن يتحمل المصريين بطبيعة الحال انتظار كل هذا الوقت وهناك بعض الأفكار والمقترحات اللي هدفها بالأساس هو الوصول إلى نقطة النهاية وبداية الملء الثاني إذن كان لابد للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أن ينقل هذه الرسالة ورسالة الرضع موجهة إلى أسيوبيا وإلى أطراف أخرى بمعنى أنه حينما تحدث عن عدم استقرار الإقليم هو يشير إلى أن هناك أطراف في الإقليم ستتضرر بطبيعة الحال ليست أسيوبيا فقط ولا السودان بطبيعة الحال لكن الإقليم بأكمله سيكون مهددا إذن الرسالة لأطراف متعددة في نفس التوقيت أتحول إلى سيد علي من لندن سيد علي كيف استقبلت برأيك إثيوبيا هذه التصريحات المصرية للرئيس المصري والفكرة ذاتها لأي متابع وبحسب مراقبين وكأن الطرف الإثيوبي يتبنى خطابا استفزازيا يعني يتخلى عن الحد الأدنى للدبلوماسية في حين أن مصر كانت تحافظ على المضي قدما على المسار الدبلوماسي في التعامل في مثل هذه الأزمة لماذا برأيك نشاهد هذا التعنط الإثيوبي في محاولات الحل؟ شكرا أستاذ التواصل من أن الإثيوبيين لا ينظرون إلى المسألة من هذا المنطق يعني تفسير أن هناك لغة تصعيدية لديه شروط الشرط الأساسي الذي ينظر إليه الإثيوبيين في توصيف خطابي بأنه توبن وخطاب استفزازي وأنهم لم يقبلوا في يوم من الأيام بما يسمى بالحق التاريخ يد مصر وعدم انتقاص حصة مصر من المياه بالنسبة لهم هذه ليست قضية يعني لديها سقف معين تجاوز يعني يمكن أن يفسر وكأنه استفزاز للحكومة المصرية في تصريح هذه بل أنهم يرون بأن مياه النيل يجب أن يجب التعامل معها في ظل السياقات التاريخية لاتفاقيات مياه النيل وبالتالي يجدون أنفسهم أنهم قد تم الإجحاف بحقهم تاريخيا في مياه النيل وذلك كان بسبب ميزان القوى الذي مال لصالح مصر في فترة من فترات والذي أدى تسبب في أن أصبحت الحالة السياسية بين أثيوبيا وبين مصر في حال قد تصل بأنه ممكن تشبيهها بحالة حرب باردة وبالتالي الجانب الأثيوبي تفسيره لهذه المسألة لا يتوافق ولا يتماهى مع ما يذهب إليه الإعلام وما ذهبت إليه حضرتك الآن النقطة الأخرى والتي أكد عليها الوزير الرئيس السوداني فيما يتعلق والاتفاق على مستويات الجفاف والجفاف الممتد وأين يتم تحديد هذا الأمر وهو السقف ما هي الآلية التي يستخدم بها؟ قال أن الخلافة أن الحكومة المصرية تريد أن يكون بحيرة ناصر هي الأساس الذي يتم على أساسه تحديد ما إذا كان هناك مستوى الجفاف أو انقفاض في المياه أو زيادة في المياه تسمح الأثيوبيا بالتخزين أثيوبيا ترى بأن هذا يتم في صياقات تمت فيها بناء سد العالي وبدوم وفقت أثيوبيا ودون الأخذ برأي أثيوبيا وبالتالي أي اتفاق يضع هذا المعيار يعتبر مجحفا لأنه في الأساس لا يسحب من أثيوبيا حقها التاريخي في هذا الأمر فبالتالي الحكومة الأثيوبية تنظر إلى هذه القرارات وإلى هذه التصريحات في ظل هذه السياقات كلها وبالتالي مطالبها تنطلق من هذا الأمر على أن الجلوس في طاولة المفاوضات والتحديد آلية جديدة لمياه النيل تستحب معها كل المسائل المختصة بالمعايير جهات المعايير التوزيع المياه طريقة استخدام المياه نعم هذه المرجعية التاريخية التي تتكئ عليها أثيوبيا أتحول إلى دكتور طارق عفوا سيد علي للرد في هذه النقطة يعني الأنهار الدولية دكتور طارق تعتبر ملكية مشتركة للدول المشاطئة لها ولا يجوز بسط السيطرة عليها أو حتى السعي لاحتكارها على أي جدار تتكئ إثيوبيا وعلى أي قاعدة من القوانين تعتمد عليها في المضي قدما في بناء وملء وتشغيل السد يا محترامي وتقديري لا يوجد أي قواعد قانونية يتعامل بها الجانب الأثيوبي سواء كان في المفاوضات السياسية والمفاوضات الفنية تعلمي أن الفريقين التقية في مراحل معينة طوال أكثر من عشر سنوات تكرر الجانب الأثيوبي مراوغاته السياسية ومراوغاته الفنية القضية ليست في التخزين وليست في فترة الملء إنما في القواعد التشغيل قواعد التشغيل لحضرتك تحتاج إلى تراضي وقبول واتفاق شارع يشمل الأطراف السلاس نعم هو سيد علي أشار إلى فترة بناء السد العالي في مصر دكتور طارق يعني هل هي عملية بالمثل؟ الأمور مختلفة الأمور الأمور مختلفة تماما والسياقات مختلفة تماما أنت تتحدثي هنا عن منظومة سدود السد النهضة هو بداية بناء منظومة سدود متكملة الأمور الفنية نتركها للفنيين لكن القضية ليست في هذا الأمر القضية مرتبطة بقواعد التشغيل قواعد التشغيل هي التي أفشلت كافة المسارات التفاوض في النهاية قواعد التشغيل حضرتك لم يلتزم بها الجانب الأسيوبي في كل المقترحات كان في إعلان واشنطن قواعد واضحة ومنضبطة للأطراف المختلفة لم يقبل بها الجانب الأسيوبي وبطبيعة الحال لم يوقع ولم يوقع السودان بالمناسبة وقتها وبالتالي قواعد التشغيل هي المهمة وليس فيه تشابه الحالة سد العالي مع سد النهضة الآن أو كيف سيتم التخزين والملء والصيانة والأمان والإجراءات الأخرى الأمر الآن مرتبط بقواعد التشغيل قواعد التشغيل هي التي يجب أن تتم في سياغتها القانونية وفق مقتضيات القانون الدولي العام وأن يكون هذا الاتفاق مقبول من الأطراف على أن يضمنه طرف آخر يعني ليست القضية أطراف أخرى أن أنت تعلمي أن كانت هناك البنك الدولي والمؤسسات المنحة وأيضا الولايات المتحدة في مراحل معينة لماذا تهرب الجانب الأسيوبي من هذا هذا هو المهم الآن أنه لا يريد قواعد التشغيل وإنما يريد إملاء سياسات محددة على الجانبين المصري والسوداني وأن لا تكون هناك مرجعيات لا قواعد قانون دولي ولا أنصبة خاصة بالمياه هو لا يعترف حتى بنود الاتفاق الإطار كما تعلمي تنصل منها وخرج عن إطارها فبالتالي هو يريد أن يفاوض على سياسات الأمر الواقع إذا قضي الأمر وبدأ الملء الثاني وبدأ بمراحله إذن فرض هذا الأمر القاهرة كما تعلمي حددت سياسات الأمر الواقع أنه لن يتم التشغيل بسياسات الأمر الواقع وموقف مصر كان واضحا اكتمل اليوم برؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما ذكر هذا بنص خط أحمر هذا معناه أنه لن يفرض أحد على مصر قواعد ملء أو التشغيل بسياسات الأمر الواقع سيد علي هل تجد أنه من المنطق أن تفرض دولة سياسة الأمر الواقع على جارتها يعني أين المنطق في فرض سياسة الأمر الواقع والذهاب والمضي قدما في طريق كل تعنت واستفزاز حتى في التصريحات والخطبات ومن جهة أخرى رفض كل أنواع الوساطة لحل هذه الأزمة الحكومة الأثيوبية هنا كان لديها أرد هو أن كما ذكر ضيفك السودان رفض التوقيع على التباقية الأمريكية وبالتالي والسودان كان في سنوات كثيرة داعم للموقف الأثيوبي خلاف السودان الأثيوبي جاء الآن بعد الملء الأول وما يتعلق بقضية التدفق المياه وتأثيره على سدود السودان كسد روسيرس النقطة الاستفزازة التي تحدث عنها المعاشرت إليها هي الجانب الأثيوبي لا ينظر لها في هذا الإيطاني الجانب الأثيوبي قال نحن ملتزمون بالمبادرة الأفريقية ونسير قدما فيها هناك عوائق معينة كما ذكرت الجانب السوداني أن الجانب الفنية التي لم تصل إلى اتفاق في تحديد ليس في تحديد مستوى الجفاف كما أشرت ولكن في تحديد المعايير الأساسية لو عدنا مثلا إلى المفاوض إلى الأثيوبيين لو تحدثوا في كل ما حدث من اتفاق عن تيبي وما سبق اتفاق عن تيبي من محاولة لإجبار مصر والسودان في ذلك الوقت على إعادة المحاصصة في مياه النيل ورفض السوداني والمصري وكما قال رئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهدي الراحل أن رئيس مصر الحسنباري قال بأننا سنقوم بقطع كل يد تمتد إلى مياه النيل بالرغم من أن أثيوبيا في ذلك الوقت لم تكن قد باتت ببناء السد لكنها كانت تحاول أن تجد سيغة أخرى للتفاهم بين دول حوض النيل كل هذا في داخل الحكومة الأثيوبية ما تفسيرها له هو أننا نمضي في ما يتعلق يعني تعدل وساطة الدولية أحد أهم أدوات التسوية الدبلوماسية السلمية للنزاعات عموما للنزاعات الدولية لماذا قد ترفض أثيوبيا أي وساطة الأمريكية الآن في وساطة إماراتية قبلت بها الحكومة الأثيوبية والحكومة السودانية تتعامل مع الحكومة الأثيوبية القبول التصريحات هذه في تصوري أنها لن تخدم هذه المفاوضات أو هذه المبادرة لأنها ستأجج من حالة عدم الثقة الموجودة بين هؤلاء الأطراف الجانب الأثيوبي يرى في التدخلات الدولية أنها دائما ما تلعب في اتجاه الثقل السياسي في المنطقة وتغليب المصلحة السياسية لهذه الدول على المصلحة الأثيوبية إدارة بايدن قالت بأن العقوبات التي تم فرضها على أثيوبية لم يتم فرضها عليها بسبب موقفها من سد النهضة والآن غيرت موقفها والتصريحها عن ما قالته إدارة ترامب عن موقف أثيوبية في سد النهضة وبالتالي في هذا الأمر أثيوبية ليست متعنتة من هذه المنطقة سنتحدث على دور الولايات المتحدة الأمريكية أتحول إلى دكتور طارق للحديث عن فكرة التدخل الخليجي إمكانية أن يتم تدخل خليجي على خط الأزمة للتهديئة حتى هل هذا وارد برأيك؟ هو وارد وتم طرحه منذ عدة أسابيع لكن الوقت لا يسعف أي وسيط إلا الوسيط الأمريكي وربما أيضا الوسيط الأوروبي بمعنى أن دخول أي أطراف جديدة سيضع أجنتة عمل ومفاوضات يعني من الذي سيقدمه أي مفاوض أو أي طرف أو أي وسيط في هذا التوقيت لأن الأمور واضحة تماما الفرق الفنية وصلت إلى عدد من الضوابط والمعايير للأطراف المختلفة ورفضها الجانب الأسيوبي وتحفز عليها حتى حينما تحول الجانب السوداني وفي فترة كما تعلمي كان أقرب إلى الوسيط من الشريك كان هناك تحفزات على هذا الموقف الجانب الخليجي دخوله شيء جيد ومحمود ومطلوب لكن لا أرى أنه يمكن أن يخدم مصار التفاوض في هذا التوقيت لأن حضرتك نحن نعمل فيه توقيت حرج للغاية أمام عدة أشهر محسومة فعلى أي تفاوض سيطرح الوسيط الجديد أي أن كان هذا الوسيط بل أرى أن الوسيط الكونغو هو مسؤول الاتحاد الإفريكي ورئيس الاتحاد الإفريكي في دوراته الرهنة ليس لديه جديدا يقدمه فبالتالي الطرف الأمريكي ربما هو الأقصر حضورا لأنه انخرط في هذه المفاوضات ولديهم تفاصيل كثيرة هل يمكن التعويل عليه الحل الأزمة دكتور طارق؟ الجانب الأمريكي كان يمكن في فترة إدارة الرئيس ترامب أن يتم هذا الاتفاق كان يمكن أن يتم الضغط على الجانب الأسيوبي لتمرير هذا الاتفاق لكن لم تفعلها الإدارة ترامب بكل ما لها من علاقات كانت جيدة مع الجانب المصري وكان على وشك الضغط على الجانب الأسيوبي لتنفيذه الخطورة الآن دعيني أصارحك أن أي طرف أمريكي أو أوروبي في هذا التوقيت إذا استمر في التماهي مع الطرحة الأسيوبي ربما يمر الوقت دون أن يتم إنجاز شيء هناك لوبي أسيوبي كبير في الدوائر الأمريكية يجب التحسب إليه وهناك تحركات على عدة مسارات مختلفة فبالتالي أسيوبيا تتحرك في هذا واستقوائها بالجانب الأمريكي ربما الأوروبي أيضا له ما يبرره لأنه في النهاية تتحدث عن قواعد ملء وتتحدث عن الملء بسياسة الأمر الواقع وبالتالي لا تتحدث هنا عن قواعد قانون انظري للخطاب الإعلامي والسياسي لأسيوبيا خلال الأيام الأخيرة التحدث على أن الملء هو جزء من تشغيل السد لا هناك حديث حضرتك عن قواعد للتشغيل أو اتفاق شارع ما بين الأطراف المعنية وكأنهم يعملون بمفردهم وكأنهم هم الذين يقررون ولا يوجد حضور للجانب المصري أو الجانب السوداني أنا أظن أن رسالة الرئيس إيسي اليوم كانت مباشرة وحدة واعتقد أنها ستصل إلى الجانب الآخر وكما ذكر سيادته أن القضية ليست في التهديد إنما في لغة الخطاب السياسي الرسمي صبر مصر طال كثيرا على كل هذه المراوغات الأسيوبية وفي النهاية نحن لا نطلب إلا حقنا قضية المياه قضية حياة أو موت للمصريين لكنها قضية تنمية بالنسبة لهم والأخطر فيما سيمر بعد ذلك لأن وراء هذا السد سدود أخرى ومنظومة أخرى يجب التحصم إليها لأنها ستشمل دول حض النيل بأكمل وليس مصر والسودان فقط حضرتك طيب سيد علي في محاولة لفهم الموقف الأمريكي كيف كان الرد الأمريكي برأيك على الإعلان الأثيوبي بالملء الثاني للسد المندوق الأمريكي الذي حضر إلى أثيوبيا حاليا على خلفية ما حدث أو ما يحدث الآن في قليم تيجراي أعتقد أنه حاول أن يمسك العصات من المنصف أنه حاول أن لا يخرج بتصريحات قوية يعني مباشرة عن رفض الجانب الأمريكي لأي ملء دون الرجوع للاتفاق مع دول المصف لكنه في نفس الوقت أعطى للحكومة الأثيوبية المجال للتفاوض فيما يختص قضايا المسائل الإنسانية التي تجري في قليم تيجراي وطالب الحكومة الأثيوبية بالنظر في القضايا هذه ومحاولة التوصل إلى حل لم يكن هناك ضغط أمريكي مباشر على أثيوبيا لقبول الوساطة يعني بالعكس التصريحات الأمريكية في أولها الجانب الأول قالت بأن العقوبات التي فرضت على أثيوبيا إنما فرضت لإصرار الحكومة الأثيوبية على السياسة التي تتهجوا في حسم الأمور في قليم تيجراي وليس على خلفية ما حدث في مفاوضات سد النهضة الذي رفضته أثيوبيا والذي قالت إدارة ترامب أنه كان على خلفية النقطة الثانية حديث المبعوث الأمريكي أن نواة المتحدة الأمريكية ستعمل مع الحكومة الأثيوبية من أجل أمرين الأمر الأول استقرار المنطقة في قليم تيجراي وضمان وصول المساعدات إلى المتضررين ومن ثم أيضا مساعدة أثيوبيا على أن تكون قادرة لدخول الفوضة التالية الجانب الأثيوبي في تصوري العدم وجود دخول الأمريكي بالنسبة له حاليا ليس فقط على ما يخشاه من موقفهم تجاه القضية التشغيلية والفنية بقدر خشية الحكومة الأثيوبية من يؤثر الوضع الإنساني في قليم تيجراي وهذه التجاوزات التي أصبحت الآن نعم والسؤال الأهم هل أثيوبيا جاهزة لأن تتخلى مصر والسودان عن طريق الدبلوماسية تحول لدكتور طارق دكتور طارق هل يمكن التكاهم في حال فشلت المفاوضات كيف سيكون السيناريو كل السيناريوات واردة سبق أن ذكر هذا وزير الخارجية المصري وأيضا اليوم السيد الرئيس حدد الخط الأحمر وبالتالي القضية الآن ليست في أمور فنية أو سياسية هي تقبل الطرف الآخر بعدم المساز بحسة مصر مصر لا تطلب أكثر من الحفاظ على حقها وحق شعوب شعبها في الحياة أما قضايا الداخل الأسيوبي فقضايا هي تهم الأسيوبيين بالأساس أنت تعلمي أن هذه الدولة غير مستقرة وغير آمنة وصراع الإثنيات حديثي ولا حرج هذا أمر خاص بهم أما الجانب الأمريكي إذا تدخل في الأمر فسيتدخل لاعتبارات متعلقة بوضع الإدارة الأمريكية إدارة الرئيس جو بايدن أنت تعلمي جيدا أنها تعيد كراءة المنظومة الإقليمية والدولية وتتحدث عن دور قيادي وريادي في العالم هذا هو خطابهم إذا كان هذا هو الخطاب فعليها أن تنزح حالة الاحتقان الموجودة في الإقليم مثلما تهتم بقضية النووي الإيراني من جانب والأمن في الخليج وقضية الأزمة اليمنية هذه قضية مهمة لأنها تهم شعوب كثيرة ليست مصر وأسيوبيا والسودان حضرتك فقط إنما دول حوض النيل ودول في مناطق وعرة للغاية فيها مصالح للجانب الأمريكي كبيرة مناطق تماثي استراتيجي في منطقة القرن الإفريقي وعالي النيل وتحركات استراتيجية عديدة وبالتالي الإدارة الأمريكية إذا كانت جدة بالفعل أن تدخل ليس مجرد أنها تخفض مساعدات أو أنها تساعد في أبعاد إنسانية ليست بهذه الصورة تفكر الإدارة الأمريكية لا علاقة لها بالإنسانيات والأخلاقيات لا علاقة بمصالحها المباشرة ومصالح الدول المحددة لا يمكن أن يتحكم فيها دولة أو غيرها حينما ذهب الرئيس السيسي إلى البرلمان الأسيوب منذ سنوات ونقل رسالة شعب مصر وقتها إلى أن مصر جاد في تنمية الشعوب الإفريقية نحن يا سيدتي نبني سدودا في دول حوض النيل زي في تنزانيا ونقدم أخلص ما لدينا لمساعدات عديدة لدول حوض النيل وبالتالي مصر لا تطلب سوى حقها أما إذا لم يتفهم الجانب الآخر فكان لابد لرسالة رئيس مصر لأنه يتحدث اليوم باسم شعب مصر القضية ليست فنية ولكنها تعند كبير من أسيوبيا في التعامل مع هذا لا علاقة لقواعد القانون الدولي وقواعد الملء والتشغيل وغيرها من الأمور الفنية التي دخلنا فيها مفعوضات أكثر من عشر سنوات دون أن ننجي الشيء فبالتالي لابد أن تكون هناك رسالة رضعة عبر عنها الرئيس السيسي اليوم خير تعبير للعالم وأعتقد أنه هدف السيد الرئيسي أو هو يتحدث عن استقرار الإقليم لأسيوبيا ومن وراء أسيوبيا سواء كانت دول في الإقليم أو كانت حتى الولايات المتحدة أو قوة أخرى تعلمي أن هناك الصين وهناك تركيا وهناك لا أريد أن أعدد الأسماء فالأسماء كثيرة في هذا الإطار سيد علي هل تجد أن أسيوبيا بما يحصل في الداخل الإثيوبي من صراعات جاهزة لأن يحتدم هذا الصراع ولأن تقف في وجه المجتمع الدولي إذا دخل على الخط في هذه الأزمة بشكل فاعل وهل هي جاهزة أيضا إذا كان الوسيط الأمريكي يقف صالح مصر والسودان أعتقد أن الحكومة الأثيوبية أدركت تماما بأن الموقف الأمريكي قد لا يتصعد إلى الدرجة التي يمكن أن يتم فيها توجيه ضرب الأثيوبي أو أن تكون أثيوبيا عرضا لضرب عسكرية. بالتالي أعتقد أنه قد يتراجع. أن تواجه حتى العقوبات سيد عبد. الجانب الآخر هو أن هناك أزمة معينة في أثيوبيا وهذه قد تدفع الحكومة الأثيوبية للانتحار هذا أيضا احتمال وارد وهو المعادلة الصفرية في حل الخلافات والتي هي الأزمة الأثيوبية لسنوات طويلة. وبالتالي قضية التنازلات في ملفات كثيرة أصبحت مشكلة. الآن مثلا حكومة الأثيوبية كان يجب أن تتفادى أي صراع مع السودان في قليم الفشقة على الخلفية التي ذكرتها على أسباب حقوق بعض المزارعين الأثيوبين. أعتقد أن هذا لم يكن سببا كافيا. لكن هذا يرينا بأن الحكومة الأثيوبية ضحت بزاوية مهمة جدا في صراعها في مياه النيل من أجل حسم قضية في قليم تيغراي ليست مستعدة للتحاور مع أطرافها. وبالتالي هي تحاول أن تصل إلى المعادلة الصفرية إلى أن تنتهي تلك الحالة بمعادلة الصفرية. فأنا في تصوري بأن الحكومة الأثيوبية ستتعند حتى وإن كان ذلك سيكلفها مواجهة عقوبات شديدة من المجتمع الدولي. وبالتالي أثيوبيا أيضا ستواجه في تصوري حالة تعند سياسي في المرحلة المقبلة. أتحول إلى دكتور طارق. وفي عجالة برأيك كيف يمكن أن يزدل السطار على هذه الأزمة. أزمة صد النهضة برؤية مصرية وسودانية. أنا أعتقد إذا مارست الولايات المتحدة ضغوطها المباشرة على الجانب الأثيوبي. فسينتهي الأمر إلى التفاق حتى في المدة المتبقية. ونتمنى بطبيعة الحال أن تتدخل الولايات المتحدة لاعتبارات كثيرة. لأنها هي التي يمكن أن تحكم سلوك وتوجه أثيوبيا. ليس الاتحاد الأوروبي. وليس المسات المنحة. وليست الأطراف الإقليمية الأخرى. إذا لم يكن هذا واردا. أو حاولت الإدارة الأمريكية أن تعطي ضوء أخضر للاستمرار في الملء. فسيكون هناك سيناريو مصري. أرجو أن لا يكون السيناريو الخيار السفري. أنت تعلمي أن الأمر لا يحتاج سوى معضلة سجين في العلاقات الدولية. إذا لم يكن هذا. فكل السيناريوهات المصرية واضحة تماما. ولعل الجانب الأسيوبي يدرك هذه الرسالة المصرية الأخيرة. رسالة الرضع وصلت إلى من يهم الأمر. إذا تعاملوا معها بمنطق الرشادة السياسية. فسيكون الأمر جيد لاستقرار الإقليم بأكمله. نعم. دكتور طارق. فهمي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية. كنت معنا من القاهرة. وسيد علي هندي الباحث في مركز تقدم للدراسات. كنت معنا من لندن. شكرا جزيلا لكم. وصلنا إلى نهاية وراء الحدث. شكرا لكم. اشتركوا في القناة